في كل الأحوال نسر مارسل كولر إدى البعثة وإدى الفرعة كلها خمس أيام راحة وده أول مرة الفريق ياخد راحة بحي عدد الأيام دي من فترة طبعا التقاط الأنفاس قبل ما ندخل في مرحلة مضغوطة ما يعلم مدهة إلا ربنا لأنه الحياة اللي حصل في الفترة اللي جاية مع بداية دور الصبر الأفريقي كمان أو الدور الأفريقي شوفوا هتلعب يوم عشرين يعني الفريق حيجمع وحيسافر إن شاء الله يوم طمنتاشر البعثة برئاسة الأستاذ طاري أنديل حيسافر يوم طمنتاشر يلعب يوم عشرين يرجع يوم واحد وعشرين يلعب هنا مباراة العودة مع سنبا برضو يوم اربعة وعشرين إن شاء الله تعالى يتأهل الأهل للدور اللي بعد منه على طول يحزم الحقائب بتاعته ويستعد للسفر يا إما الجنوب أفريقيا اللي لقاء ساندونز يا إما الأنجولا لقاء بيترو أتلتكو الأنجولي الاتنين حيواجهوا بعض في الدور الأول الفائز من الأهل وسنبا نتمنى للأهل إن شاء الله تلعب بره تسعة وعشرين وترجع تلعب هنا بعد تلتة أيام كمان مباراة العودة إذن جدول بهذا الشكل محتاج تجهيز أكبر عدد من اللعيبة الحمد لله فترة الخمس أيام الراحة إن شاء الله تكون كافة للعيبة إن تاخد نفاسها شوية وترتاح لكن كمان فرصة لاستكمال تأهيل بقية اللعيبة الرجعين من الإصابات واللي بينفزه برنامجه متأهيلي خاصة كريم ندفد اللي الناس كلها اشتاقت تشوف كريم ندفد في نص الملعب كريم ندفد ومحمود متولي وأيضا عندك أكرم فؤاد وكريم أكرم توفيه وكريم فؤاد الاتنين بيوصلوا تأهيلهم مع بعض ورمانة الميزان الكبيرة عمر السلية يرجع لمكانه إن شاء الله بعد ما يخلص برنامجه التأهيلي بقولكم كل العناصر المصابة عندها فرصة بعد ما تستكمل برنامجها التأهيل اللي وصلت للمرحلة الأخيرة فيه تكون بعدها إن شاء الله جاهزة للمشاركة مع الأهل لأنه الأهل هيحتاج كل اللعيبة كل اللعيبة هيكونوا مطلوبين الفترة اللي جاية لأنه فعلاً عدد المباريات اللي بيالعابها الأهل غير طبيعية بالمرة الدكتور أحمد جبالله النهاردة حرص على استحاب اللعيبة لأحد مراكز التطعيم لتطعيم الفريق قبل رحلة سنبا في تنزانيا وده يمكن كل ما هو عن مباراة الأهل وسنبا واستعداد الأهل لهذا الوضع ترجمة نانسي قنقر